اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احمد الله حمدا طيبا كثيرا وأصلي وأسلم على المبعوث للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسيراجا منيرا تحية طيبة لجميع المشاهدين والمشاهدين مرحبوا فضيلة المشايخ في هذه الحلقة في السيرة النبوية وقضايا الأمة وحديثنا في هذه الحلقة عن مقاصد عقيدة الأمة هذه الأمة التي تسمى الأمة الإسلامية أو أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو أمة الإسلام هذه الأمة هي أمة السيرة النبوية الشريفة التي كانت ترجمة للوحي الإلهي ولرسالة الله سبحانه وتعالى في هذا الوجود الكوني والإنساني والأمة في عاصرنا الحالي يتفاوت فيها النظر إلى الأمة في علاقة بالأفراد فكأن غالب أحوال العقيدة تنصرف إلى أفراد الأمة وبعض هيئاتها من غير أن ترتقي إلى الأمة في بعدها الجامع لكل أعضائها وهيئاتها فعقيدتنا إذن هي عقيدة أفراد وعقيدة أمة بل هي عقيدة أمة إسلامية وأمة إنسانية من جهة أن أمة الإنسانية هي معنية بالسيرة النبوية من جهة الدعوة والإرشاد والتعارف وإلى آخره فعقيدتنا إذن التي نستوحيها من السيرة ومن وحي الله تعالى هي عقيدة أفراد وعقيدة جماعة تسمى الأمة الإسلامية أما أن يقتصر في عقيدتنا على عقيدة أفراد بمعنى أفراد يؤمنون بالله إيمانا شعائريا يقتصر على الشعائري دون الوضع العام والمصارات العامة في الإدارة وفي الدولة وفي المؤسسات وفي التنمية وفي عمارة الأرض أو أنها عقيدة أفراد بمعنى أن كل شخص يعتني بنفسه للخلاص الفردي من غير أن يعتني بغيره في هذه العقيدة الجامعة ونلحظ في البعد الأمة في العقيدة نلحظ في السيرة من جهتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أسس لنواة الأمة في مكة ونواة الأمة في المدينة في مكة عندما جمع المسلمين الأوائل والمسلمات الأوائل ضمن عقيدة الإسلام وأبرز مثالا على ذلك سهيب الرومي وبيلال الحبشي وسلمان الفارسي هؤلاء اجتمعوا على صعيد العقيدة الإسلامية مع اختلافهم في أسباب اختلاف عرقية وجنسية وغير ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم جمع هذه الأمة في المدينة جمع مكوناتها ومكونات الأمة في المدينة هم المهاجرون والأنصار وهناك الأوس والخزرج في الأنصار وهناك عموم المسلمين الذين التحقوا بهذه العقيدة في المدينة ما مثل مشهد الأمة في السيرة وفضلا عن النصوص والإرشادات النبوية ومجموع المقام النبوي في التصرف بمعنى الأمة وهذا امتداد لما جاء في القرآن الكريم عن الأمة والقرآن كما تعلمون حافل بالأمة من جهة أولا وجودها ووجودها مراد لله تعالى في قوله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا فأمة الوسط هي بجعل إلهي بإرادة إلهية وكذلك قوله تعالى كنتم خير أمة والأمة هنا أيضا فيها معنى الوجود من جهة الإلزام والفعل والتطوير والتحسين ما يجعل هذه الأمة شاهدة وسطية خيرية المهم وأختم الجزء الأول في هذا أختم القول بأن الأمة لها عقيدة عقيدتها هي تصورها الكل للوجود الإنساني والوجود الكوني والوجود الإلهي وهذه العقيدة التي يتعنى بالتصور والتمثل وبالمفاهيم الكبرى بناء على الوحي وعلى النظر وعلى العقل الذي يوصل إلى معرفة الوحي فيما هو متاح للعقل وأن هذه الأمة هي أيضا بمقاصد ومقاصدها مقاصد العقيدة في الأمة مقاصد العقيدة يعني فيه مقاصد العقيدة ومقاصد الشريعة مقاصد العقيدة مقاصد التصور النظري لهذا الوجود الكوني ومقاصد الشريعة هي مقاصد الأحكام والأفعال المتعلقة بالأمة كما هو مقرر في الفرق بين عقيدة وشريعة بين مقاصد العقيدة ومقاصد الشريعة أبرز مقاصد العقيدة للأمة أن هذه العقيدة عقيدة إيمانية تقيم الوجود على نوعين على وجود للخالق سبحانه وتعالى وهو الواحد والفرض الصمد الذي يتصف بجميع صفات الكمال والجمال والجلال وفي ما عدى ربنا سبحانه وتعالى المخلوقات جميعها وهذه المخلوقات تتعدد بالجنس وتتعدد باللغة وتتعدد بالجغرافيا والمصارات والمنازع في هذه الدنيا فهذه العقيدة إذن عقيدة إيمان وهي عقيدة عمل الإيمان الذي ينتج العمل وهذا العمل الذي يبنى على النية وهذا العمل المقرون بالنية يثمر نفعا وخيرا هو مراد لله سبحانه وتعالى فعقيدة أمة محمد صلى الله عليه وسلم عقيدة إيمان وعمل ونية ونفعا كذلك مقاصد أخرى تتعلق بالوسطية وسطية الأمة في عقيدته فالعقيدة عقيدة وسط وكذلك الشريعة شريعة وسط نأخذ هذا المعنى من قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطاء وأيضا مقصد الخيرية كنتم خير أمة ومقصد الشهود لتكونوا شهداء على الناس والشهود بمعنيه العلم والحضور هذه مجملات مقاصد العقيدة الإسلامية وهي عقيدة الأمة بأعضائها وهيئاتها والأمة كما هو معروف فوق الطوائف والأحزاب والمنظمات والمذاب وكل هذه المكونات هي مكونات داخل الأمة والأمة هي السقف الأعلى لكل هذه المكونات هذا ما بدأ في تقديمي لهذه الحلقة والكلمة الآن التفاعل الآن مع فضيلة الشيخ محمد الحسن فلتفاضل فضل الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على سيد الأولين والآخرين وعلى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قد بيّن هذه المقاصد فيما بعد ربعي رضي الله عنه للفرس عندما بيّن لهم أننا أمة ابتعاثنا الله لتحرير الناس من عبادة العباد لعبادة رب العباد وليخراج الناس من ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة ومن الظلم إلى العدل والإنصاف فهذه مقاصد كبرى اتضحت منذ بداية هذه الرسالة من فجرها ومن أول ما نزل الوحيب على النبي صلى الله عليه وسلم قد ظهر تحرير الأرقاء والمستضعفين وكان أول من التحق بهذه الدعوة هم ضعفاء الناس كما بيّن ذلك أبو سفيانة عندما سأله هرقل فكان بلال عبدا لأمية ابن خلف وكان يعذبه ويهينه بسبب الدعوة فحررته هذه الرسالة وكان عدد من المستضعفين من الغرباء في مكة كآل ياسر وهم قد جاءوا من اليمن وسمية مولاة لبني مخزوم فهم من عنس من اليمن ياسر بن عنس ابنه عمار وأم عمال هي سمية وهي مولاة لأبي حذيفة ابن هشام بن مغيرة ابن عبد الله ابن عمار ابن مخزوم فكان المستضعفون تحت نير الإهانة والاسترقاق والمذلة فحررتهم هذه الدعوة وهذه الرسالة من ذلك الاسترقاق وأصبحوا سادة قادة للناس وكذلك كانت النظرة الجاهلية إلى الضعفاء إلى الفقراء أنهم لا يزنون شيئا وأن الوزن كله إنما هو للأغنياء كما قال عروة ابن الورد ذريني للغناء أسعى فإني رأيت الناس شرهم الفقير وأهونهم وأحقرهم عليه وإن كان له نسم وقير وقد يلف الغني له جلال يكاد فآد صاحبه يطير فأرد الله هذا المعيار وقال ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا مندودا وبنين شهودا ومحدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا بسأل الله السلامة والعافية فبين الله أن المعيار هو معيار التقوى وأن الفضل لا يكون إلا بذلك كذلك كان الناس يتفاخرون بأنسابهم وأحسابهم عبية الجاهلية التي كانت سائدة قبل هذه البعثة وقبل هذه الرسالة فجاءت هذه الرسالة لتحطيم عبية الجاهلية وتباخرها بالآباء فلا فضل لعربيين على عجميين ولا عجميين على عربيين إلا بالتقوى الناس لآدم وآدم من تراب يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنذى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارب إن أكرمكم عند الله أتقاكم وكذلك كانت قطيعة الأرحام والحروب على غير طائل تقتل قبيلتان متآخيتان متجاورتان يجمعهما نسبوا واحد أربعين سنة بسبب أن فرسا سبقت أخرى هذه حرب ذا حسن الغبرة وتقتل قبيلتان كذلك متآخيتان نسبا وجوارا بسبب أن ناقة كسرت بيضة في الخلاء هذه حرب بكر وتغلب وهي حرب البسوس فجاء هذا الإسلام وجاءت هذه الدعوة لتغيير هذه المفاهيم وتغيير هذه الأساليب فتغيرت حياة الناس وتغير واقعهم بالكلية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وينفعنا بما جاءنا به رسولنا كريم من عند الله سبحانه وتعالى شكرا للشيخ محمد على هذه الإضافة الطيبة لأن مع طبيعة الشيخ علي فضل حقيقة أنا أتحدث عن الموازين المستنبطة من العقيدة وبخاصة في الفترة المكية أو في بداية السيرة النبوية المشرفة من أهم هذه الموازين أن عقيدة الإسلام لا تقوم فقط على الجانب يعني الوحي فقط يعني من حيث الإثبات وإنما يقوم من حيث الإثبات إلى الجانب العقلي ولذلك لا يقبل عقيدة وإمام المقلد لقد أرسلنا رسولنا بالبينات القناعة فلذلك هذه العقيدة قائمة على جناحي الوحي في التفصيل والتأصيل وجناح العقل لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى والإيمان به وبعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى ينطلق الإنسان نحو التفاصيل التي ذكرها الوحي دون تردد ويتفرغ العقل للتعمير والإمران هذان جناحان مهمان جدا الميزان الثاني حقيقة بجناحيه يتعلق بقضية أن العقيدة ليست عقيدة يعني أخروية فقط وإنما عقيدة لها آثار في الدنيا قبل الآخرة في كل شيء فمثلا في مجال أعظم شيء وهو التوحيد والله سبحانه وتعالى فأعلم أنه لا إله إلا الله واللي جاء جميع الأنبياء هذا التوحيد حقيقة له أيضا جناحان توحيد الله سبحانه وتعالى ليترتب عليه توحيد الكلمة ومن توحيد الكلمة إلى توحيد الأمة فالأمة المؤمنة برب واحد وعقيدة واحدة هي لابد أن تجتمع فلذلك أعداء الإسلام من ناحية الواقع والأمة تحاول أن تبعد الأمة عن هذه العقيدة الصحيحة وتجنح بها إلى مسألة يعني ما يسمى عيوجات يبغونها عوجة تبغونها عوجة إلى آخر هذا من جانب يعني الميزان الثاني الميزان الثالث مهم جدا العقيدة كلها من الإيمان بالله سبحانه وتعالى إلى اليوم الآخر إيمان باليوم الآخر وبالقادر يعني بأركانه الستة كلها مرتبطة أيضا بالدنيا بإصلاح الدنيا بإصلاح الإنسان في كل الجوانب الإنسان الذي يؤمن بالله بأنه مطلع على باطنه وظاهره وكل تصرفاته لا يستطيع أن يعمل شيئا كذلك الذي يؤمن بأن هناك يوم بأنه يؤمن باليوم الآخر بدء من القبر والعذاب وما أشبه ذلك والنعيم لا يستطيع ويعني حقيقة في الدراسات حتى في الدراسات الاقتصادية ربطا بهذه القضية وجدنا أن كثيرا من علماء الغرب من المنصفين حينما حدثت الأزمة الآلمية الثانية 2008 قال إن الأزمة هي أزمة الأخلاق وليست أزمة الاقتصاد والمال والسبب أن هؤلاء لا يؤمنون بشيء لا يؤمنون بشيء يعني في هذا الجانب لذلك حقيقة عقيدتنا هي عقيدة فعالة عقيدة عظيمة عقيدة موزونة ولا حقيقة ولا توجد حتى من ناحية الأملية جارودي أنا جلست معه قال والله أنا الآن حتى لو لم يكن الإسلام عقيدة أنا أعلم بأنه هو خير الأديان برك الله فيك الشيخ علي على هذه الإضافة طيبة ومن الشيخ علي إلى الشيخ علي تفضل بسم الله الصلاة وصول الله على رسول الله مفهوم الأمة في القرآن الكريم وفي الآيات المكية واضح من البداية وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون وأنا ربكم فاعبدون ودعوة الأنبياء جاءت لهذه لعبادة الله ولتقوى الله والخوف منه وخشيته ثم ضرب الله لنا الأمثال في موضوع الأمة لما يتكلم مثلا عن ابن نوح عليه السلام إنه عمل غير صالح إنه ليس يعني بيّن ليس بابنه لأنه انحرف ووقع في الشرك والكفر فمفهوم الأمة لو علاقة بالمنهج لو علاقة بالدين لو علاقة بالعقيدة ما لاش علاقة بالدم ولا لا علاقة باللعم هذا المفهوم أيضا تجد مثلا مؤمن آل فرعون ابن عام فرعون من الأسرة الحاكمة الفرعونية لكن دخل نور الإيمان في قلبه وأنحاز لأمة التوحيد التي كان يقود فيها موسى عليه السلام ولم قال ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المصرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوذ أمري إلى الله إن الله رصير بالعباد فمؤمن آلي فرعون من ناحية الدم من ناحية النسب هو من عائلك فرعون لكن من ناحية العقيدة فرهم في أمة موسى عليه السلام الامتداد الطبيعي من آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى إسعاق إلى يعقوب إلى موكب الأنبياء والمرسلين أمة الإسلام التي هي امتداد الطبيعي لموكب الأنبياء والمرسلين جاءت بقيم داعمة تدعم هذه الأمة متعلقة بالمسواء بين الأمازيغي بين الفارسي بين العربي بين الظومي إن كرمكم عند الله أتقاكم جاءت في قضية الكرمة الإنسانية المطلقة لبني الإنسان ولقد كرمنا بني آدم وبالتالي هذه الأمة حريصة على كرمة الإنسان وعلى حقوق الإنسان وفق العقيدة التي تعلمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضوع الحرية الحريات الخاصة الحريات العقائدية الحريات في الشعائر في العبادات فبالتالي هذه الأمة الرابطة وهي امتداد طبيعي لموكب الأنبياء والمرسلين فالقرآن الكريم ركز على هذا المفهوم وخصوصا في الفترة المكية بحيث صهر فيما بعد صهرت الشعوب تحت رأية الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله توحيد الله فراد بالعبادة محاربة الشرك بكافة أشكال وأنواع هذه مسيرة أمة الإسلام شكرا من فضيل الشيخ علي على هذه الإضافة طيبة والآن مع الشيخ طضل طضل بسم الله الرحمن الرحيم الأمة في الحقيقة تواجه اليوم تحديات كبيرة جدا على مستوى التحديات من ناحية العقائدية الإلحاد وانتشاره وقنواته وميليشياته المختلفة وأساليبه بواسطة الوسائل التواصل والسوشيال ميديا وإفساد الجيل كذلك الطعن في الثوابت كالطعن في ثوابت القرآن في ثوابت السنة في وصولها إلينا في التشكيك في مصادر الدين كذلك الوقوع في الإسلام وتراثه وثقهه وأعلامه كذلك التحدي الوجود للأمة في تفريقها وتمزيقها وتفريق قرارها السياسي كذلك الوجود خلافة البيلية الكثير الخلافات ليست الخلافات الفقهية بل الخلافات البارزة اليوم هي الخلافات السلوكية والخلافات العقائدية والفرق التي أتت بها الفرق والطوائف والكذا وجعلوها محورا للولاء والبراء وسببت جرحا عميقا في عصرنا هذا في الأمة علاجه في اعتقادي بثلاثة أمور الأمر الأول هو أن ندعو إلى أن الأمة تتفق على حمل هذا المشروع العظيم إلى العالم أن نتفق كأمة على حمل مشروع محمد صلى الله عليه وسلم والعقيدة الصافية إلى العالم اللقد به العالم العالم ينتظر هذا الواجب علينا ينتظرنا لأننا نحمل مشاعر السعادة للعالم الإسلام هو النور والهدى وهو مصدر إسعاد العالم لكن الحقيقة تركناه ولم نبلغه للعالم لم نبلغه للعالم اليوم هناك تقصير انتقلنا إلى خلافات بينية بدل أن نوحد أهل الإسلام بدل أن بدل أن ندعو إلى الله نريد اليوم أن نوحد أهل الإسلام العلاج الرقم الثنين أن نجتمع على الثوابت أن نجتمع على الثوابت ثوابت التي عليها النجاة يقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاف إذا اجتمع الناس على الثوابت هذه التي عليها مدار النجاة وعليها مدار إرسال الرسل آخر الشيء الذي أرى أن نحل إشكالاتنا العقائدية البينية بالحوار ومع اتصاع الصدر وأن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه بهذا تجتمع الأمة والأمة الشمل ونعود بإذن الله إلى الصدارة شكرا فضل الشيخ مراد فضل مراد على هذه الإضافة الطيبة وفي ختام هذه الحلقة يمكن أن أذكر بنقطة أو نقطتين النقطة الأولى أن الوضع الذي آلت إليه الأمة في العصر الحديث كان على خلاف العقيدة الأصيلة الصافية في جانب ما في جانب ما من جهة مثلا أن العقيدة تؤدي إلى العمل وكثير من كلامنا في العقيدة أدى إلى جدل من جهة أن العقيدة تؤدي إلى توحيد المسلمين وأدت في جانب ما في تمثل المسلمين لهذه العقيدة تمثل بعض المسلمين كان أدى هذا التمثل إلى العقيدة تمثلا خاطئا على خلاف السيرة والوحي أدى إلى الفرقة وإلى المذهبية وإلى الطائفية وإلى التعصب وغير ذلك ومن جهة كذلك أن العقيدة الإسلامية تؤدي إلى الطمأنينة النفسية والاجتماعية والإنسانية وفي بعض الأوضاع أدت هذه العقيدة وفي تمثل بعض الناس أدت إلى خلاف الطمأنينة والسكينة وإلى الاضطراب وإلى آخره نحن نتحدث عن عقيدة تؤدي لماذا؟ تؤدي لمقاصدها ومقاصده أي الإيمان بالله سبحانه وتعالى والعمل الصالح والعلم النافع وكذلك النفع العام والطمأنينة بأنواعها الطمأنينة النفسية الفردية والطمأنينة النفسية للأمة والشعوب والعلماء وعامة الناس وكذلك العقيدة الإسلامية تؤدي إلى الأمل وإلى الرجاء وما ينفي ظواهر اليأس والإحباط والقلوط وقد يؤدي هذا ونحوه إلى مخالفات في انتهاك أرواح أو انتهاك أعراض أو ما شابه ذلك عقيدتنا الإسلامية عقيدة المباركة تأسست بالسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ترجمها فعليا في السيرة بين مكة والمدينة تأسست قبل ذلك بالوحي الإلهي نحن لابد أن نتمثل هذه العقيدة الإسلامية الصافية بتتبوعنا السيرة والسادة المشاهدين الكرام أنتم أمام مائدة من موائد السيرة تأخذون أزهارها وإن شاء الله في الحلقة القادمة لنا مائدة أخرى لنقتفي أثر محمد صلى الله عليه وسلم ونتبع سنته وسيرته شكراً والسلام عليكم وشكر المشيخ الكرام على هذه الضفات والإفادات والله وليه التوفيق ولك الشكر تعالى لسيرة خير العبادي لهدي قويم لأكمل هادي تعالى لنمحوا هماً وغماً ونرشوف نوراً من الوحي بادي تعالى لنرفع شأن الحياة بنهج البناء وفيض السداد وهذه مجالي سبحان الحياة بنهج البناء ونرشوف نوراً من الوحي بادي فأنصد تفوز به الهدى والرشادي تعالى لسيرة خير العبادي لهدي قويم لأكمل هادي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة